هيا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر وخلينا نكلم عن مبادرة جديدة على ضفاف النيل فكرة المبادرة أو مبادرة في نايل هي مبادرة بتهدف للتوعية بمخاطر البلاستيك وعدم إلقاؤه في النيل المبادرة قدرت أنها تجمع أطنان من البلاستيك وأنها تحولها الهارم ضخم ده بالتزامن مع اليوم العالمي لنظافة الشواطئ خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة وهارم البلاستيك من فرح عبد الباقي مسؤول التوعية بمبادرة في نايل صباح الخير عليك وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر صباح النور عليك وشكرا أهلا بك يعني في البداية خلينا نتكلم عن مشروع في نايل الجامعة البلاستيك في الحقيقة مشاركة هامة جدا لمشاركة الصيادين في هذه المبادرة بالضبط هو اللي بنى الهارم التجميعه وكبسه وبناء نفسه هو كان الصيادين اللي بيمثلوهم تجميع البلاستيك مصدر داخل إضافي ليهم وغير الصيد لأن السمك قال في النيل بسبب 3% فبقوا يجمعوا البلاستيك من نيل ويجمعوه لنا في مركز التجميع وسط تديره في النيل سمك بيستوك خصايا وإحنا بنسترموا منهم وبنوزنوا وبنقدرهم مقابل كل كيلو بدون يعني ده مصدر رزق كمان التحول مش بس اللي هو فكرة صديقة للبيئة لا هو كمان مصدر رزق للفلاحين للصيادين يا فان للصيادين عفونا طيب عاوزين نعرف هرم البلاستيك من فين جات الفكرة تحديدا احنا عادة في يوم العالمي للتنظيف بتعمل بنعمل حملات مع متطوعين كتير وبننطف بس احنا حبينا نوري ان الدين بحنا نجي بنطف بشكل يومي فخلينا اللي جمعوا البلاستيك اليوم ده هم الصيادين في خلال الشهر اللي قابلي وعزلنا المتطوعين في فعاليات وانشطة حوالين الهرم بس عشان نعمل ثوعية التنظيف لازم يكون بشكل مستمر والهرم حاجة مصرية وبنرموتها بالضخامة حبينا نقول ان هي مشكلة مصرية ومشكلة كبيرة من هيجا نستغل عليها كل يوم خلينا نعرف من حضرتك برضو ايه مصير هذا الهرم ايه اللي بيحصل بعد ما بيتم تجميع كل هذه الكمية من البلاستيك سؤال حلو جدا الهرم خلاص الشيل وراحنا مصنع في مصر المصنع بيحاولوا الحبيبات صغيرة من البلاستيك وعلى جده بيسافر برا في اسفانيا بيتحول في مكانة هناك متخصصة بتحول الخيوط بتخش في سنامات التشيرتات وكاراتي العربيات وكذا يعني فضل طيب سيدة فرح ماليش برضو تعقيبا على كلام حضرتك المبادرة هي اللي بتتكافل او هي المسؤولة على انه يسافر زي ما حضرتك انه هذا كان من البلاستيك انه يسافر برا ويتم بعد كده كمان الريسايكلينج او اعادة تدويره اه بالضبط وفي مخلفات تانية مش اللي هو زي ما حانك شايفها الازايز اللي هي بلاستيك الأبيض اللي هي عادة القيمة في مخلفات تانية قيمتها قليلة دي بتروح في مصنع هنا في مصنع اسمن بيتم انتخدامها بدل الوقود نعم في مكان مخصص مش بيسبب التلوث للبيئة لكن احنا بنحب ننبه الناس ان حرق المخلفات بيسبب دخان فام جدا وبيأثر على تغيير المناخ طيب خلينا اسأل حريك او شو اذا فرح بتجمعوا كم كيلو بلاستيك في اليوم يعني احنا بنتكلم على هرم وحريك قلتي يعني ان بيتم وزنه وبيأخده مقابل دبل كيلو بس اعتقد ان انا عشان اوزن كيلو بلاستيك فانا فعلا هيكون هرم كبير لان يمكن وزن زجاجة المياه مثلا فريغة لا تزن كمية كبيرة من الكيلو فعاوز اعرف قد ايه بيطلع من المياه من المخلفات البلاستيكية ايه بتيالي ممكن يطلع حوالي مية مية وخمسين انا عشان بس ما حصلش غلط احنا بيطلع حوالي تمانية تن في الشهر ده الابلج الشهري تمانية تن في الشهر اه بالضبط ممكن نقسم ده على حوالي اتنين عشان يوم اللي احنا مشتغلون في الشهر احنا مشتغل خمس يام في الاسبوع بس ده 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 رقم كبير جدا يعني بيأكد اللي احنا بندر البيئة بشكل متعمد بقى كده يعني هو فكرة اللي يبقى كمان مفوضة بفيه حملة تانية او توعية بقى بعدم إلقاء يعني المخلفات البلاستيكية في المياه بشكل عام لانها لها اضرار مباشرة على صحة الانسان احنا مش بس على النيل النيل كان بيصب في البحر الابيض المتوسط ومصر من اكتر الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط اللي بتساهم بالمخلفات في البحر الابيض احنا لو نظفنا النيل كمان بتشارك ان احنا ما نلوزش البحر الابيض المتوسط صحيح سيدة فرح عبدالباي مسؤول التوعية بمبادرة فري نايل بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير في مصر وكل التوفيق طبعا لحضراتكم في هذه المبادرة اشتركوا في القناة